ازاي نقدر نعمل صور زي دي على الكاميرا وبكل سهولة النوع ده من التصوير بيبقى اسمه رسم بالنور او light painting والعنصر الاساسي اللي معنا في النوع ده من التصوير هو الشطر او سرعة الغالب اتكلمنا قبل كده ان الشطر ده بيكون عبورة عن بوابة موجودة قدام السنسور بتاع الكاميرا بتفتح وبتقفل في مدة زمنية احنا بنحددها على الكاميرا وطول ما البوابة دي مفتوحة هيخش لنا كمية ضوء اكتر ومش بس كده اي حركة لاي مصدر نور قدامنا هتظهر معنا في الصورة فاحنا لما بنحتاج نعمل صور زي دي كل اللي احنا بنعمله ان احنا نثبت الكاميرا على ترايبوت نحدد الشطر نخليه مثلا خمس ثواني عشر ثواني خمستاشر ثانية واللي هيحصل هنا ان العربيات بمجرد ما هتخش الفريم بتاعنا لحد ما هتخرج منه كل اللي هيظهر معنا هو الدوق بتاع الكشاف بتاعه مش بس كده كمان لا احنا نقدر نبتدي نمسك اي مصدر نور ونبتدي نرسن بي اي شكل احنا عايزينه قدام الكاميرا وهيظهر معنا عادي جدا وبرضه في ناس بتعمل الصورة اللي بيكون فيها الشرار دي عن طريق السلك بتاع الموعين انهم يولعوا فيه ويبتدوا يلفوه 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 كتير جدا فالحد ما تلاقي الصورة اللي انتوا شايفينها دي جربوا النوع ده من التصوير ويوروني إبداعاتكم